فاح طويلة قوي مع الدهب لبيض فلاح المصري عرف وتعلم يزرع القطن من سنين طويلة القطن المصري وسمعته الطيبة القطن المصري وجودته مصر بتصدر القطن لكن فيه مشاكل كتير ظهرت في السنوات الماضية لتسويق القطن الفلاح المصري رجع مرة أخرى يزرع قطن ومصمم على أنه يتمسك بيه مصمم أنه يزرع وينتج المطلوب في الفترة القادمة التسويق النهاردة معكم في أجندة مرشد هنتكلم عن المعاملات الزراعية هنتكلم عن الأصناف هنتكلم عن حاجات كتير جدا زي الآفات اللي ممكن تصيب محصول القطن إزاي فلاح المصري يتعامل معها ويتغلب عليها ويوصل لأحلى إنتاجية اتعودنا نشوفها داخل حقول القطن المصري أهلا بكم في أجندة مرشد مشاهدي برنامج جنة مرشد صفحتنا النهاردة جميلة صفحتنا النهاردة تدي أمل أن مصر لسه بخير القطن المصري القطن وأهميته للاقتصاد القومي وأهميته للمزارع اللي كان بيحوش في قطنه وبيزرع علشان يبقى عنده فلوس لبكرة نقال دلوقتي مع المهندس حمدي منصور هنتكلم معاه عن الآفات ومقاومة الآفات وإيه هي أهم الآفات اللي ممكن تهدد محصول القطن رحب بعضك في صفحتنا النهاردة مرحب مصر الزراعية في الألوية مهندس حمدي الآفات القطن بالرغم من دلوقتي فيه استقرار في مصر بالنسبة للأصناف الموجودة المزارع عنده خبرة في زراعة القطن لكن هناك بعض والعديد من الآفات اللي بتهاجم القطن إيه هي أشهر هذه الآفات في البداية وكيفية التعامل معها هو آفات القطن بتتقسم لتر ملاحل المرحلة الأولى آفات البادرات وبعدين آفات النمو الخضرية وبعدين آفات النمو السمر إحنا الوقتي مبقتش الآفة فيه آفة موجودة فيه طريقة مقاومتها إزاي ففيه تكنولوجيا جديدة أو تطور في المكافحة فبقتش حاجة اسمها إيه مبيدات على طول مباشرة بإيه نشتغل على طريق المكافحة المتكملة اللي هي الإضارة المتكملة لمحصول القطن مثلا إضارة المتكملة لمحصول القطن بتبدأ من أول يعني أنا بناشد المزارعين اللي يسمعونا من قناة مصر الزراعية إن يتخذوا الخطوات اللي هي من بداية الزراعة أو الخدمة هي بتقاوم الآفات بتقلل من الآفات الموجودة في الغيط إيه هي؟ أول حاجة نتكلم فيها الخدمة الأرض أنا هزرع قط يبقى هاخدم الأرض حرتتين متعمدتين وشمس الأرض إيه فايدة الحرت والتشميس؟ لها فوايق كتير المنها إن البيض الموجود بتاع الحشرات الموجود في الطربة بيموت إن لو فيه أي مرض فطري برضو الشمس بتموته بيتطهره لإن المثل بيقول للمزارع إيه البيت اللي يخشه الشمس ما يخشهش المرض فإحنا بقش الأرض بتاعتنا لابدو يخشها الشمس ونعقامها عن طريق الحرت المتعمد والتشميس دي خطوة الأولانية الخطوة الثانية أول تاني خطوة الصنف المقاوم الصنف دي طبعا البحث بذلت مجود كبير جدا في إيجاد الصنف الموجود وبعدين أعرف سلوك الصنف الموجود إيه الصنف الموجود اللي عندنا 86 صنف قوى النمو الخضر والنمو السمري يبقى أنا أعمل حساب يبقى لما أجي أخطط أعمل حساب الكسافة النباتية تكون مناسبة ما تكونش عالية لإن لو عالية هتعمل إيه عندي في الأفات هتقطر الأفات عندي لإن الرطوبة هتبقى عالية شابس مش هتقدر تدخل للأرض عشان تهول الأرض كويس تقدر تقضي على أي أفات ما تبقاش بيئة خصبة لنمو الأفات في الرطوبة تمام يبقى إحنا نقول له الكسافة النباتية يبقى نخطط مثلا في محافظة الألبينية بننجد بالضغطية من 9 إلى 10 خطوط أسابتين بنزرع في التلت العلوي بنزرع في التلت العلوي بنزرع في مسافة الزراعة 30 سنتو 35 كل ما كانت مسافة الزراعة أحسن عندي القطن بيعوض يبقى هنا يبقى إحنا الكسافة قللت عندي الأفات نبقى نخش معادة صراعة معادة صراعة مناسب لإني معادة صراعة مهمة جدا عشان أهرب من من الآفات القطن اللي هي بتاعت الشوقية والأمريكية والقرنفلية اللي هي بتيجي في اللوز يبقى أنا لما ببدأ التشريعات التشريعات عندي ممنوع زراعة البرسيم ممنوع زراعة البرسيم بعد 10 مايو يبقى ممنوع ري البرسيم ري البرسيم بعد 10 مايو دي لابد نحدد ونركز عليها لان الجيل بتاع دودة وراء القطن بيبقى عالي جدا بيطلع من البرسيم يخش على القطن ويطلع يخش على الدوره فاحنا بنقول للمزارعيين نلتزم بهذه القوانين اللي الدولة بتقولها لمصلحة المزارع انا لما امنع ري او اروي الريا الاخرانية في البرسيم بالسولر اروي رية زراعة اولانية في القطن بالسولر دي بتقللي وبتقضيلي على معظم الافئات الموجودة في الوقت ده يبقى انا المزارع يبقى دخلنا في التشريعات ممنوع ري البرسيم بعد 10 مايو دي بتفيدني كتير في دودة وراء القطن بتقضي عليه طيب بنخش بعد كده بعد الزراعة مواعيد الزراعة المناسبة احنا في القلوبية من 15 شهر 3 لحد نهاية شهر 3 والمواعيد ده ان شاء الله مزبوطة وكويسة في مزارع بيبقى زرع امح وعاوز يزرع بعد الامح زراعة متأخرة هنا زراعة متأخرة بنقوله بقى يبقى خلي بالك عشان زراعة متأخرة تلحق الزراعة الخف المبكر ورية المحياة بسرعة لان هي دي مهمة جدا في زراعة متأخرة ومضيفش سمات ازوتي لان لو ضفت سمات الازوتي لما بتغالى فيه بيأثر لي بيجيب لي الدودة وطورة القطن وبيجيب لي المن وبيجيب لي حجاء حشرات كتير يبقى هنا عدم التغالى في الصرف في الاصراف الازوتي التسميد المتوازن بقى ومعدلات التسميد لاني دايما الفلاحي بقى الان وعاوز يزود اسميدة عشان يحافظ على زراعة وعشان يزود الانتاجية معدلات التسميد الامسل للقطن اي نبات في الدنيا محتاج للقطن او للاي نبات الان بيك اللي هو العناصر الكبرى للاولانية اللي هو النيتروجين الفوسفور البوتاسم ضرورية جدا لأي محصول في الدنيا الفوسفور بنقوله دايما حطه في الخدمة اسناء الخدمة وبقول كمان في محافظة القلوية حط شكار الكابريت كمان معاك مع الفوسفور حط شكار كابريت يبقى حطه من 3 الى 4 شكاير سوبر فوسفات وشكار كابريت في اسناء الخدمة قبل التخطيط وبعد كده الازوت انا بقول للمحملات كلها للمحملات سفر ازوت متحطش بعد في المحملات ازوت بعد كده لولاكن القطن اللي مش كده بحطة 40 واحدة ازوت بحطها على مرتين وما حطش يوريا وبرضه منشجعش لان اليوريا بتسبب هياك خضر القطن ان حط نطرات او صفات نشادر اشكار ال بوتاسيوم دي مهمة جدا انا قبلني مزارع في مرة قل لي انت قطر خيرك بقول له ليه قال لي انت قلتلي على توصية جابتلي زيادة في الانتاجية 4 اناتير قل لي ايه هي التوصية قال لي انت قلتلي حط خف بدري وحي بدري وحط بوتاسيوم في رأية الخف فقال لي دي زودتلي 4 اناتير والمزارع دي في الالوبي يعني حاجة حلوة جدا ان الى التوصيات لما بنطبقها بنزيد في الانتاجية نكلم بقى عن الأفات حضرتك كلمتني عن صورة للمقاومة ظهور الأفات في الأرض لكن ربما وده بيحصل أن تظهر عند المزارع أفة تواجه القطن أنواع الأفات دي ويتعامل معها hzde عندنا قفات القطن من بداية الدودة الأرض والحفار الدودة الأرض والحفار أعراض الإصابة الموجودة الدودة الأرضة بتقرد من فوق سطح النبات بتقرد البادرة من فوق سطح النبات والحفار بيقرد من جدر which is sehr назывain عارف الطعم السام سنقوله الطعم السام Hans حتى ب Iran نزوغ الطعم السام نجيب جريج درة او ربضة نعمة وان مع 15 كيلو مع 15 كيلو مية مع كيلو عسل وبنعمل عملية التخمر وبعدين نحط المبيد قبل تنفيذ العملية لو نعملها الحفار بعملها بعض الرأي مباشرة في الغروب اسناء الغروب وغسرسبة لو هعملها لدودة الارضة تبقى تلقيم وفي اي وقت من الاوقات المبيد المتخخص اللي الوزارة المخصية به عندنا المرشال او البستبان كيلو للفدات كيلو للعملية دي او لتر واحد لتر احنا خلصنا من دودة الارضة والحفار هنخش عن عندنا المن المن والتربس دولك برضو في الاول المن دايما بنقول الفحص المستمر انا لو لقيت اي اصابة بالمن بسيطة بنبدأ عندنا الوزارة موفرة لنا بداء المبيدات اللي هو التدرجنت دي على طول اشتغل به للأفات الاولى عندي المن والتربس وعندي الزبابة البيضة وعندي الجاسدز دولك والعنكبوت دولك اشتغل بهم بالبدايل البدايل هي ايه؟ عندي التدرجنت عندي الكابريت السيل عندي الكابريت التعفير ومشاء الله احنا شغالين بهذه المبيدات على طول من بداية السنة وبنقول للمزارع استخدم بداء المبيدات عشان نقلل من استخدام المبيدات للبيئة لتلوث البيئة واللي تبقى القطن برضو نظيف قطن بتاعنا نظيف عشان ممكن يفتح باب تزير ونصدر القطن ويتفتح باب له فان شاء الله بإذن الله عندنا بداء المبيدات كتير متوفرة دخلنا في المن والتربس المن والتربس طبعا باستخدام التدرجنت على طول عندنا العنكبوت الأحمر بالكابريت السايل والكابريت اللي هو الكابريت التعفير وعندنا فيه اصابات بتيجي تاني بقى اللي هو دودة ورق القطن وهي دي الحمد لله في الأوقات ديك ما جلناش دودة ورق قطن خفيفة جدا وما فيش أي تأثير لها لأننا ما شاء الله مركبين مصايد مائية هيك المصايد المائية بتديه المؤشر في وجود الفراشات عند الفراشات بيزيد بنشتغل بالحيوي عندنا حيوي عندنا الأجريين والبرتوكتو بنشتغل بنخش بالأجريين لو فيه الوطع بنخش بالأجريين والحيوي اللي هو الحيوي ولو فيه بقى بتزيد العملية لو عندنا بقى شوكية قمة نامية نخش في أفات اللوز والوسواس والحاجات ديك في عندي شوكية قمة نامية شوكية وسواس عندي قرنفلية عندي أمريكية فالشوكية القمة نامية موجودة وممكن نشوف الوقت وشوكية وسواس موجودة وراها حضرتك الوقت دي إصابة شوكية وسواس بنيجي نلاقي الوسواس فتحة كده بنشيلها نشيل نلاقي الحشرة موجودة الشوكية موجودة في قلب الكده. هنا بقى حية صحة. فهنا بننصح المزارع على طول. ان شاء الله المزارع الوقتي بيجهز مواتيره وهيروش وهتسمع منه وهيروش اخر النهار. بعد العصر ان شاء الله هيروش بالكلفرول. بيجيب نتائج او في عندنا حشرات ميتة. عندنا حشرات ميتة. ودي دي اسوابة تانية بالشوكية القمة النامية. دي اول ما بتيجي الحشرة بتيجي تخش هنا بتصيب القمة النامية. من حسن الحظ ان القطن دي اكتر من 14 فارسة سامري. فانا ما مايقصرش عندي الاصابة الشوكية النامية هي ماتت. ليه? لان اخلاص هي لو القطن اقل من 14 فارسة سامري يقصر عندي لانها هيقلل محصول. فانا الوقت القطن عنده 14 فارسة سامري احنا لما يكون القطن اكتر من 14 فارسة سامري بنقول للمزارع افرق القمة النامية علشان ما يهجش. فدي ما تقصرش واشنا بنرش طبعا موجود. الرش لها برضو بكليفرون وهو كان معفر كابريت قبل كده وعمل عمليات زراعية تمام. بعد كده بقى بنخش فيه الرش الوقائي. الرش ال بيبدأ عن عن طريق بنبدأ وحنا في محافظة الوية عن طريق المسيادة الورائية وموجودة هنا هيك. المسايد السنة بتتعلم في اول واحد ستة عند لما بتقرأ تمن فرشاء المسيادة بنبدأ نرش الرش الوقائي. ولوزارة مفرنا رش الوقائي موجود عندنا في 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 الادارات وفي الجمعيات الوقتي مدوطسة في كل جمعية. بحيث ان احنا لمي يجي شهر بتنبدأ بشهر سبعة. هنقرأ المسيادة المسيادة ادت فوق تمام فرشات بنقوله ابدأ رش بس لنا بعض ملحظات على الرش الرش الموتير تكون بالزبطة وجاهزة تكون مخصولة نظيفة نكون المية مزبوطة تكون الوقت من رش في درجات الحرارة العالية من اما في الصبح بدري اما في اخر النهار وانا بفضل احسن والافضل اخر النهار بعد العصر مباشرة فهي دي الحاجات اللي احنا بنقولها المعدلات تتحطر معدلات مزبوطة في النهاية بقى القطن اللي احنا وقفين فيه المبشر الجميل ده تقييمك ايه للقطن داخل محافظة القليبية لهذا الموسم وتقول ايه للمزارعين في هذا التوقيت لمتابعتهم لاراضيهم في هذا الجزء من الموسم انا القطن في محافظة القليبية انا لما اقولك ان معدلاته عالية جدا معدلات الانتاج بتاعته السنة اللي فات انا عندي مزارع وصل 16 انطار والسنة دي ان شاء الله عندي 14 فرع سمري انا لما تيجي تحسبها هو اقول المزارع ما تيجي نحسبها اهم حاجة نحفظ على اللزل الموجود والوسواس الموجود بعمليات بسيطة جدا عمليات اللي احنا قلنا عليها الرش المستمر والفحص المستمر وفيه اي حاجة اتصل بالمرشد وانت على طول ما تشتغلش من دماغك دايما فيه عندك مرشد زراعي موجود اتصل بالمرشد الزراعي والمرشد الزراعي هياخد قراره هيوفر لك المبيد والآلة والحاجة على طول بحيث ترش في الوقت المناسب بحيث ان احنا ما نجيبش اصابات وفي حالة عدم اصابات القطن ده بيبشر اكتر من 10 انطير متوسط في القلوبية ان شاء الله باذن الله وان يرجع القطن المصري تاني للعودة تاني للعرش الزهبي بتاع القطن المصري المصادر المائية بتعلق على المستوى 20 سنتي فوق النبات بتقيده كل ثلاث يام كل ثلاث يام بيجي نقرأها على الحساس انه دي مؤشر ليا لو زاد العدد تعداد بتاع القرايات بيجي ندخل بعملية الرش او حسب تواصلات اللي احنا ايه الوزارة اللي انا عليها بنمشي عليها فبنيجي نقرأ وبنسجلها في قلب الشيط الورق بتاعها الموجود على اساس ان احنا بناخد التعداد ونبلغه للإدارة او كل إدارة ببلغت التعداد ده الحاجة اللي راك أرقام المصادر اللي عندها وبنعليها بننزل بنشوف الوضع وبنعليها حسب المؤشر لو عالي في خلال ثلاث يام بيجي ندخل بعملية الرش الموجود العدد المسموع فيه من بعد خمسين فراش او مئة فراش من خمسين للمية احنا بدخل بالرش عطل مباشرة اه بالتدخل الرش احنا وارفين جنب المصادر الورقية المصادر الورقية دي بتعلق في وحدة في وحدة فحص في القطن وبتتقري كل ثلاث يام بتقري كل ثلاث يام المصادر الورقية دي بتجيب الحشرات الحشر دي دان النزل الورنفلي فلو الراية زادت اكتر من ثمان فراشات في الثلاث ليالي بنتدخل بالعلاج الكيميوي فدي بتدينا مؤشر يعني عشان نعرف مظهر الاصابة وتحديد تعني امتى نتدخل بالعلاج وبتتغير الفرمونة بتاعتها كل خمستاشر يوم كل خمستاشر يوم بيتم تغيير الفرمونة وبتدخل للعلاج الكيميوي لو قرد اكتر من ثمان فراشات في الثلاث ليالي القطن المصري يعني المزارع المصري يعني المجهود يعني الاصالة والتاريخ مرحب بيك احج معايا في اجندة مرشد واهلا بيكو اتشرفتونا واحنا سعداء ان انت حضرتو النهاردة ولينا الشرف ان شاهدنا اتشرفنا بيكو المزارع المصري هو فخرنا كلنا اللي احنا بناخده قدوة لنا وبنفتخر بالمجهود اللي هو بيقوم بيو بيعمله في ارضه لكن السؤال اللي انا عزولوك احج محمد في الاول القطن المصري لسه مهم عند الفلاح وبيزرعه ده هو اكيد لان هو على وعينا الناس القديمة اللي هي اكبر مننا سنا وان احنا عارفين ان هو الدهب لا بيض وبمعنى اصح يعني احاجات يعني الفلاح بيحتز بها ونفسه انها تبقى موجودة على طول ان هو الشيء الوحيد اللي بيعوض الفلاح عن كل شيء بس والاهتمام شوية بس بوه زيادة من الفلاح بقى السعوزين الفعل المقابل من الجامعية ومن الناس المسؤولة ان هما يعني يسألوا ويسندوا الفلاح خدمات خدمات وزائد اسعار برضك لان هو عدم اخدان المحصول بالنسبة للحكومة هو ده اللي رابك المزارع المصري كعموما يعني رابكه بالطريقة مش معقولة يعني ان كل احتياجاتك خدمات ارشادية تجيلك تبقى موجودة معاك في ارضك لكن انا شايف مثلا النهاردة كنا بنتمع الحملة القومية للقطن وده حقل يعتبر حقل ارشادي الخدمات المقدمة وتقييمك لها ايه بالنسبة لخدمات كمالح او كمهندسين زراعيين او كمهندسين بيشوفوا بيوالوا كل حاجة لكن احنا المقصود ان في مقابل بس لتعب الفلاح تسويق اسعار بس تسويق يبقى موجود على طول فعلي مش مثلا استنى بعد مجمع المحصول مثلا بشهر واثنين ملقيش حد يسأل فيه انت زراعت قطن السنة اللي فاتت او الموسم اللي الماضي لا انا الموسم اللي قابل اللي فات اللي هو اه الفين وعشرة كنا زراعي لكن حداشر واثناشر لا ليه لان مش لقين اه تسويق يعني انت طيب ايه بقى الحافز اللي خلاك ان انت السنة دي بعد ما قلت ان انا مش عارف اسوق رجعت مرة اخرى وتزرع وشايفين المحصول الحلو ده يرجع الفضل الاول لباش مهندس حمدي اه مدير اه تسويق في بنها اه طبعا هو يعني راجل مشكورا وجه قاعد يقنع فينا برضا واستجابنا له لحضرته بس هو يعني خدمته كتير او مع هنا بس وراجل يشكر وكل حاجة ان هو واقف جنبنا وبيجي يطل على على الزرق وبيوجهنا للطريق الصح دلوقتي انا عايز منك جملة واحدة وطلب تقوله للمسؤولين في الدولة المسؤولين اللي هم المفروض بيلبوا جميع مطالب المزارعين في مصر والفلاح المصري على اولويات الاراضة السياسية في مصر دلوقتي ولازم يحصل على جميع مستحقاته كاملة طلباتك ايه كمزارع مصري بالنسبة للقطن وبالنسبة لحياتك عموما التسويق التسويق بس هو يبقى معانا موجود مثلا اذا كان في الجماعات الزراعية ان هو يبقى موجود انا زرع الزرع يبقى له تسويق عند الحكوم اهتمام كبير قوي من الدولة بالقطن ان شاء الله الفترة القادمة تشهد طفرة اخرى في تسويق القطن والاهتمام بالتسويق للمزارع ده حق بكفير دستور للمزارعين المصريين كلهم تسويق محاصرهم الزراعية اللي من ضمنها القطن المصر القطن المصري فائدة عظيمة جدا للمزارع وللدولة القطن المصري سمعة طيبة لمصر العديد